الان بنكلم على مفهوم مهم جدا وهو الدوال الزوجية والفردية متى تكون الدلة زوجية وفردية بدون ما استخدم هذا القانون ولا هذا القانون شوف هنقول على ملاحظات جميلة خالص لو الدلة اللي عندي دلة القس بتاعها فردي زي كده الدلة X قس 3 يبقى دي دلة فردية طيب لو كانت فردي زائت فردي يعني مثلا اقول الدلة FX بتساوي X قس 5 زائت 2 X قس 3 الX فردي وفردي ايضا الدلة دلة ايه؟ دلة فردية طيب لو كان القس زوجي الFX مثلا الX قس 2 يبقى دي تسمى دلة زوجية طيب لو كان زوجي زائت زوجي يعني مثلا الFX بتساوي 4 X قس 6 ناجس 8 X قس 4 زائت 3 X قس 2 لاحظوا كده زوجي مع زوجي مع زوجي بقى كلها دلة ايه؟ دلة زوجية طيب لو كانت الدلة متى تكون ليست زوجية ولا فردية طيب لو كانت زوجي زائت عدد يعني مثلا اقول الFX بتساوي X تربيع زائت 3 ايضا تعتبر دلة زوجية طيب متى تكون الدلة ليست زوجية ولا فردية لو كانت زوجي وفردي مع بعضهم يعني مثلا الدلة FX تساوي X قس 4 زائت 3 X قس 3 يبقى دي ليست زوجية ولا فردي او فردي وعدد يعني ممكن الدلة FX تساوي X قس 3 زائت الخمسة دي برضو ليست زوجية ولا فردية بنقول كلام مهم جدا يا شباب اخر حالة تعرفوها هي دلة القيمة المطلقة لان احبب نشرح لكم كل الحالات دلة القيمة المطلقة لها عدة حالاتنا خبالنا منها كده بالمرة لو كانت الدلة بهذا الشكل FX بتساوي القيمة المطلقة للX يبقى دي دلة زوجية طيب لو كانت الFX بتساوي القيمة المطلقة للX زائت عدد زائت عدد يبقى دي ايضا دلة زوجية لو كانت الدلة fx تساوي ال x زائد عدد كده يبقى ديت لا فردي ولا زوجي لا فردي ولا زوجي تمام كده ان شاء الله يكون كده واضحة قصة الاعداد الفردية والزوجية تعالوا بقى نحل السؤال اللي موجود عندي انا قطلت في الشرح عشان تفهموا كل الحاجات دي بدون مستخدم القانون اللي احنا بنستخدمه في المدرسة الدلة الموجودة عندي fx بتساوي 2x وx5 ناقص 3x قصة 3 زائد او ناقص ال x دي تعتبر قصة 1 نناظر القصص كده 5 فردي 3 فردي 1 فردي يبقى الدلة دي دلة ايه على طول دلة فردية